بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخواني الكرام فأتحيكم بتحية الإسلام وتحية آل الإسلام السلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام أحببت أن يكون لقاءنا هذا إن شاء الله تعالى حول موضوع نريد أن نتدارسه ومدارسة العلم تسبيح ومذاكرته وتدريسه فالعلم يعني مذاكرته تسبيح وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه والسعي في طلبه جهاد يزيد بكثرة الإنفاق ويقل إن أنت به كفا شددت إذن إخواني الكرام لا شك أن السحر في عقيدة أهل السنة والجماعة هو حق كما قال الإمام حافظ الحكمي علي رحمة الله السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير يعني بذل تقدير ما قد قدره في الكون في الشرعة المطهرة والسحر هو يعد مرض من الأمراض ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني أدرجه في كتاب الطب في كتاب كتاب الطب وكذلك باب الأمراض أدرجه ويعني تحت في كتابه كتاب الطب لما بوب يعني باب الطب ذكر فيه كذلك السحر فهو مرض وأستدلل كذلك بقوله سبحانه وتعالى بآيات من القرآن الكريم إذن فالسحر يعد مرضا والمرض له أعراض إذن فما هي أعراض إصابة السحر بكل اختصار يعني نشرح إن شاء الله تعالى في ذكر الأعراض ونتمنى ونطلب من الإخوة مشاركة الموضوع قدر الإمكان لأننا يعني انقطعنا منذ مدة ولذلك ربما البث لا يصل إلى يعني جميع الأحباء حتى يعم النفع إن شاء الله تعالى لأننا من خلال التشخيص التشخيص هو نصف العلاج فبعض الناس قد يعني يشعرون ببعض الأمراض بسبب إصابة السحر فيغفلون عن الرقية فتجدوا يذهب من طبيب لآخر لكن بدون جدوى وربما لم ينفع فيه دواء الأطباء وربما كذلك لم يجد تشخيصا لحالته فبقي حائرا رغم أن إصابته هي إصابة سحر وبالتالي فهذه الحالة لا بد فعلاجه في هذه الحالة لا بد أن يتم عبر الرقية عبر الرقية الشرعية والرقية الشرعية تكون بالقرآن العظيم وبالدعاء نعم إخواني الكرام فمن أعراض إصابة السحر فمن أعراض إصابة السحر كما قلنا نحن الصداع هو معروف عند الرقات وعند البحاث أو عرض الصداع سواء كان هذا الصداع المزمن أو كان كذلك متنقلاً أو كان نصبياً كذلك نقول من أعراض إصابة السحر الغثايان ونقصد بالغثايان أي الرغبة في القيء الرغبة في القيء وكذلك إصابة السحر قد تعطي كذلك ألم أسفل الظهر وكذلك ألم في المعدة وهذا الألم علامته وسيمته أن يكون على شكل وخز أو تقطيع بالسكاكين وكذلك يجد المصاب بسحر انتفاخ في البطن وكذلك الصرع فغالباً فالصرع يعني قد يكون بسبب إصابة المس وندرج كذلك الصرع كذلك من أعراض إصابة السحر لأنه غالباً لأن السحر يتبعه خادم والخادم هذا غالباً يتلبس الجسد وبالتالي يعني يصاب بالصرع وكاذا كانت الإصابة قديمة يتكلم الجني على لسانه فنطق الجني وتكلمه يعني بلغته على لسانه يدل على أنه يعني تلبسه بهذا الجسد قديماً وربما من أسباب هذا التلبس يعني كما قلنا إصابة السحر فإذا لم يتأكد المصاب فبعض المصابين بإصابة السحر قد لا تظهر عليهم مثل هذه الأعراض القوية والقرائن القوية فإنه يستمع إلى الرقية فلما يستمع إلى الرقية أو يذهب عند راقي يعرض نفسه على راقي وإن شاء الله تعالى ربما امتيثان لبعض الإخوة وتحية للراقي الأزهري ربما إن شاء الله تعالى قد نشرع في بث مباشر يعني رقية تشخيصية سوف نشرع إن شاء الله تعالى في بث دعاء ورقية تشخيصية يستمع إليها الشخص فإذا كان يعني مصاب بسعر قد يجد بعض الأعراض مثل يعني أن يشعر بدوخة أو تخدير أو اهتزاز في أطرافه والصداع كذلك وكذلك قد يجد تشنجات وتغير ملحوظ في وظائف الجسم كذلك ربما خفقان في القلب أو ضيق تنفس كذلك مع بعض مع ذكر مع الأعراض السابقة وكذلك يعني كذلك يعني يعني قلنا قد يجد بعض الألام كما قلنا وكذلك ربما بعض النبض المتنقل وربما كذلك يعني هذه من بعض الأعراض التي ربما يشعر في أثناء الجلسة أما المصاب بالسعر كذلك قد يجد ألم دائم في عظم من الأعراض بلا سبب أو بلا مرض مادي وكذلك يعني تتكرر عليه التشنجات في جسمه وربما يحس كذلك بشلل في عظم من أعضاء الجسد سواء كان هذا الشلل كلي أم جزئي كذلك ربما قد يحس بتعطل بعض الحواس يعني يعني هذه الحواس كالنظر والسمع أو الشم يعني إذا لم يكن له تفسير طبي فبالتالي له علاقة قوية بإصابة السعر فالكثير من يعني لهم إصابة قد يجد غشاوة في البصر يجد غشاوة في البصر هذه الغشاوة تذهب بعد الرقية والعلاج كما أننا ننصح الإخوة الذين يعني إذا يعني هم يتابعون الرقية أو الذين يعني المصابين الذين يعني يتابعون برامج علاجية أثناء الرقية إذا قاموا بوصفة استفراغ أثناء القيع عليهم أن يغمضوا العين أحسن حتى لا تتصاعد تلك الأبخرة إلى العين إلى قرانية العين فتحدث يعني بعض يعني الأضرار وكذلك قلنا من بين أعراض إصابة السعر الضيق الشديد يعني سواء كان في التنفس أو الضيق في الصدر وكذلك ويشعر كذلك بضغط في صدره كذلك يجد كما قلنا بعض التنميل بعض التنميل في الأيدي والأرجل وربما تنميل يصعد من أسفل الرجل إلى أعلى إلى أعلى الجسم إلى الرأس يشعر كذلك يعني كأن نمل يمشي على يديه وأحيانا يشعر كأن كتلة تتحرك في بطنه ربما وهذه الأعراض ليس شرطا أن تكون كاملة في شخص المصاب بالسعر لأن السعر أنواع وكذلك يعني ليس من توفرت فيه قارينة أو قارينتين نحكم مباشرة ونقول أنه مصاب بالسعر فالتشخيص نصف العلاج إذا الإنسان عرف حالته على الأقل لا يغفل عن الرقياء فبعضهم لا يذهب يعني لا يقصر في ذهابه إلى الطبيب بمجرد شعوره بالألم لكن إصابته ربما هي إصابة سعر فتجده ربما لم يعد نفسه يوما ما على رقي أو لم يرقي نفسه أو أنه غافل عن الرقياء وعن القرآن العظيم على الأقل لم يرقي نفسه وغافل عن التحصين كذلك يعني يجد الألم شديدة في عضلات الجسم وكذلك سقوط الشعر فسقوط الشعر قد أصبح يعني معروف عند الرقات أن سقوط الشعر وخاصة عند النساء يعني يعني هو ولا يستجيب للعلاج يعد يعني هذا التساقط للشعر هو من قراء إصابة السحر هو من قراء إصابة السحر وكذلك مشاكل متعددة في المعدة والجهاز الهضمي تجده مثلا يحس وكأن عنده قولون أو إمساك شديد أو إسهال وربما يعني وبعضهم يعني بمجرد أن يستيقظ في الصباح يأتيه القيء يشرع في القيء أو الرغمية في القيء كذلك وربما كذلك يجد فقدانا في الشعية نطلب من الإخوة يعني مشاركة البث بارك الله فيكم في المجموعات ودلوا على الخير كفاعلة فكما كما قلنا علم التشخيص هو نصف العلاج إنسان إذا أرف حالته على الأقل يتبع برنامج علاجي من أجل إفطال السحر مثل يعني ويجتهد وكذلك النية يعني القرآن لما قرأ له فإذا قرأ يقرأ بنية إفطال السحر وهكذا تنفع إن شاء الله تعالى كذلك بعض من أصيب بالسحر يحب العزن والانطواء وكراهية المجتمع وكذلك كراهية الأهل والأصحاب المقربين وكذلك ربما يفقد السيقة حتى في الأقربين وكذلك يعني ربما يعني هذه من الأعراض السلوكية بعدما ذكرنا يعني الأعراض الجسدية نذكر بعض الأعراض السلوكية وكما قلنا قد تكون في شخص ولا تكون في شخص آخر نظرات غير طبيعية مثلا مثلا وشخص البصر خاصة بالنسبة للصبيان وزوغانه كذلك يشعر بخوف طبيعي كذلك كأن يخاف كذلك من بعض الحيوانات مثل القيطة والكلاب أو كذلك يعني يخاف كذلك حتى من بعض الناس أحيانا هذا الخوف لا يجد له تفسيرا ويكون بدون سبب بل أحيانا قد يخاف حتى أن يكون وحيدا بل أحيانا كذلك يعني لا لا يستطيع حتى لما ينام لا يطفئ الضوء وربما يجد في البيت بعض الخيالات يجد في البيت كذلك بعض الخيالات وبعض يعني حتى يعني بعض الحركات أحيانا وكذلك تحدث له بعض الشفافية تحدث له مثل يعني شفافية تجده ربما يشعرك بأحلام سواء في اليقظاء أو في المنام يرى بعض الأمور الغريبة وكذلك المصاب بالسحر يجد البكاء لا إرادي والمتكرر خاصة أثناء الرقياء بل وأحيانا يعني يكون هذا البكاء بدون سبب وخاصة بعد العصر أو عند المغرب تجد نجد عنده قلق مستمر والشعور بالقلق وضيق التنفس وكذلك وخاصة يعني عند النوم وكذلك ربما بعضهم يعني يصاب بالنسيان الشديد وحتى الأشخاص والأماكن كذلك يعني كما قلنا بالنسبة ذكرنا الخوف ذكرنا قلنا أن الخوف يعني يحس بالخوف كذلك وخاصة قلنا بعد العصر ووقت المغرب ويعني وكذلك يعني هناك يعني بعض الأعراض كذلك مثل يعني كما قلنا عدم القدرة على التفكير أو التفكير في أمور تافيها بدون سبب أو صعوبة في فهم الأشياء وربما يعني قد تخبط في الكلام وربما يعني كأن به جنون مثلا فهذه كلها من أعراض إصابة السعر وهناك أعراض في الأحلام مثل يعني سماع مثل هاتف أنه يعني يقول لو أنه ينذر أنه سيموت أو أنه يمرض بمرض وكذلك بعض الأحلام المخيفة المفزعة وكذلك يرى بعض الأماكن الغريبة وكذلك ربما يرى نفسه أنه يحلم بالمقابر أو يحلم بالأموات أو يحلم أنه داخل قبر أو يحلم كذلك أنه يحمل في نعش أو كذلك ربما يسمع بعض البكاء المتكرر أثناء النوم أو ربما حتى في اليقظة وتأتيه بعض الأعراض خاصة ما بين النوم واليقظة عندما يهم بالنوم يجد ربما بعض الخيالات وبعض الأمور كذلك يعني قد تظهر فيه بعض الأعراض المشتركة مثل أن يجد يعني التي تظهر كذلك في جميع من أصيب بإصابات سواء كانت إصابة عين أو حسد أو كذلك اعتداءات من طرف الجن مثلا بقع زرقاء أو حمراء أو كذلك خربشات بل بعض المصابين يجدون بعض الكتابات حتى في الجدران تهديدات وربما اختفاء بعض الأغراض في البيت وكذلك ربما يسمعون بعض التقطقات وبعض الاعتداءات في البيت ولذلك نحن دائما ننصح بتحصين البيت وبعض اللقات الذين انتقدوا مسألة تحصين البيت فلا شك أن أحيانا بعض البيوت إذا كانت فيها مترامية بعض الأسحار وكذلك الساحر قد يشتهد في وضع الأسحار إما عند عتبة البيت أو عند مدخل البيت أو داخل البيت وخاصة في أقرب مكان إلى المسعور مثلا غرفة النوم أو فراشة أو الوسادة فنحن إذا قمنا برش هذه الأماكن ونشتهد في إبطال السعر وقراءة الرقية ورش الزوايا فلا شك أننا قد نصيب في ذلك ولذلك قد ينتفع يحسك الكثير يعني بهذا الانتفاع ومدامة يعني هذا الأمر يعني وكذلك يكون سببا في قطع إمدادات الأسحار بل أحيانا بعد التصحين تحصين قد نجد السعر قد توجد هذه المادة سبحان الله لا ندري كيف أتت أحيانا نجدها عند عتبة البيت أو نجد الشخص أمامه أو ربما إلى غير ذلك مما هي يعني عرفت ومعروفة عند الراقي قد يلتقي بها كثيرا أو قد يصادفها كثيرا كما قلنا أو يذكرها بعض المصابون الذين يعني قاموا بالرقية أو تحصين البيت فأصبحت معروفة لذلك نحن ننصح بتحصين البيت وخاصة ولعل من أعظم أنواع التحصينات كما ذكرت أنا يعني تلاوة سورة البقرة تلاوة سورة البقرة ورش جوايا البيت وكذلك طريقة الخط وقد شرحتها في أحد الفيديوهات هي نافعة كذلك بالنسبة للبيوت يعني التي فيها تسلط شديد تسلط شديد فهذا طريقة الخط نافعة بفضل الله تعالى ولها دليلها كما قلنا من الكتاب والسنة وقد ذكرت ذلك في الحديث الصحيح لمن أراد أن يرجع إلى ذلك فقلنا بالنسبة للسرع والتشنجات العصابية هذا يحدث كذلك كما قلنا للمصاب لماذا للمصاب بسهل لأن هذا المسعور لأن السعر له من يخدمه من الشياطين خادم السعر إما عن طريق التكليف أو عن طريق كذلك يعني أو التوكيل فبالتالي مادة السعر قد يعني مادة السعر مصنوع من أثر هذا المصاب فهي تختار جسده وسواء كان هذا السعر الداخلي أم خارجي وبالتالي يعني قد يصاب بالمس وإذا يعني طالت 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 أمد الإصابة قد يصاب كذلك هذا المصاب بالمس وبالتالي تكون هناك ردود أفعال مثل التشنجات العصابية والسرع فالمصاب يعني لما يعني يجد عنده أرق ويكون عنده أرق وتعب شديد فبالتالي يحس كذلك بالخمول وعدم القدرة على أداء الأعمال وعدم القيام حتى وعند القيام بالفحص الطبي يتبين سلامة تلك الفحوصات بل وحتى ولو لم يتم يعني ويتبين سلامة تلك الفحوصات فهناك سحر التمريض هناك سحر التمريض يعني قد يمرض هذا المسحور كليا أو جزئيا أو يتنقل الألم من مكان لآخر فتارة يشعر بالألم في الرأس وتارة أخرى يشعر بالألم في المفاصل وكذلك يحصل ذلك دون أي أمراض عضوية حتى ولو لن تكون هناك أمراض عضوية يعني بالنسبة للمصابين بإصابة التلمس فإذا كان أفضل منطقة بعض المناطق التي يعني يتدرع فيها هذا الخبيث العارض في الجسد الأماكن التي سبق يعني أن أجريت عليه فيها مثلا عملية جراحية أو أنه أصيب بكسر في ذلك المكان أو يعني مثلا وبالتالي يعني يختبئ هذا العارض في هذا المكان ولما يعني تحدث بعض الأعراض كأن هذا العارض يوهم هذا المصاب أو يوهم الطبيب أنه بسبب يعني تلك العملية أو بسبب ذلك المرض أو بسبب ذلك المشكلة الذي في هذا الجسد فهذا هو وبالتالي يحاول أن يوهم هذا وبالتالي يتمركز في تلك الأماكن أماكن الضعيفة في الجسد ولعل يعني الخبيث يعني العارض في الجسد دائما يحاول إضعاف الجسم الجسم المصاب وبالتالي كل ما يقوي الجسم كل ما يقوي الجسم مثلا العسل أو الزيت أو الأمور النافعة أو الغذاء الجيد هو يتضرر به يتضرر به العارض ولذلك نجد بعض المسحورين قد يتقزز من العسل أو من الزيت أو كذلك من الروائح الطيبة مثل المسك وغير ذلك هذا يعني بسبب إصابة المس والله أعلم بل بعض المسعورين أحيانا يعني قد يشعر بشلل كلي أو جزئي وكذلك بعض الاهتزاز في أطراف اليدين أحيانا أو في منطق أو في القدم وكذلك قد يعني يعني هذا يعني قد يحدث لبعض من المصابين أو يجد شد مثلا في اليد أو في بعض أو في الرجل ويكون خاصة إذا لم يوجد له تفسير من ناحية الطبية وكذلك من بين الأعراض التي يصاب بها المسحور خاصة بالنسبة لإصابة سحر الجنون فسحر الجنون هو عبارة عن وقوع الطرابات نفسية وعصابية تؤثر تأثيرا مباشرا عن المسحور فيظهر وكأنه أصيب بالجنون حيث يكون عقل المسحور مغيب وضعيف الذاكرة ولا يستطيع التركيز والتفكير والتمييز ويتصرف دون وعي أو إدراك ويزداد التردد وكذلك يكون متردد في اتخاذ القرارات وتتغير طباعه وتصرفاته ويكون كثير الشك وكثير الخوف وكذلك لا يهتم بمظهره فهو لا يهتم بمظهره وإذن هذا من بين يعني من بين تلك الأعراض وكذلك بالنسبة لمن أصيب بسحر الخمول قد يتعرض كذلك لخمول وهذا الخمول يكون واضح إما مؤقت أو بصورة كاملة تصيب الجسم يعني من تارة لأخرى وكذلك يعني وربما هذا الخمول إما يكون عام أو يكون على العمل مثلا أو ممارسة الدراسة أو نشاط معين مثلا وهنا هناك بعض الإصابات التي تسبب نزيف عند النساء هذا النزيف يكون حدا أو والنزيف كما هو منصوص عليه في الحديث الصحيح أنه يعني من وخص الشياطين يعني أنه من الشياطين وهو من ركضات الشيطان من ركضات الشيطان يعني الاستيحاد هي ركضة من ركضات الشيطان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مصاب ومصابة فالاستيحادة قد تكون بسبب إصابة عين أو سحر أو حسد أو مس أو مرض عضوي وما أردنا ذكره والشيء الذي أريد أن أذكره ذكرته هنا هو أن ننبوها أنه كذلك قد يكون بسبب إصابة السحر لأن هناك سحر النزيف وهناك سحر العقم وهناك سحر تعطيل الزواج وهناك تعطيل العمل فسحر التعطيل إما أن يكون تعطيلا جزئيا أو تعطيل كلي والمشهور هو تعطيل كلي وكذلك يعني يعطينا أعراض السحر المعروفة مثل الصداع وضيق شديد في الصدر والوخز وكذلك خاصة بعد العصر وكثرة التفكير والشروض وكذلك قلق وقلة النوم وألم في المعدة وألم أسفل الظهر وإذا كان بالنسبة تعطيل للزواج قد يعني يراه الخطاب أو يرى هذه البنت الخاطب أو بشكل قبيح أو كذلك ترفض الخطبة أو أنها تقبل لكن في آخر المعطاف يعني تفشل هذه الخطبة تفشل هذه الخطبة ولا تتحقق ولا تتحقق وقلنا يعني وهناك ثمة فرق بين وبالنسبة لتعطيل الزواج قد يكون بسبب إصابة السحر كما يكون كذلك بسبب إصابة الجن العاشق فالجن العاشق يسبب في تعطيل الزواج أنه يريد أن يستحوذ على هذا الجسد ويبقيه له وهو قد اعتاد هذا الجسد وبالتالي يحاول أن يتفرد به لذلك يعمل على إبطال هذا عبر إما يعني يعني بعدة وسائل وهي أعراض يعني معروفة فإصابة السحر قلنا من علاماته تسقط الشعر سقط الشعر كتسقط الشعر فالمرأة التي بيعاشق ترى أحلام تنتهي تنتهي تلك الأحلام باعتداءات أما بالنسبة للمصاب السحر قد يشعر يكون عنده تساقط الشعر وأحيانا بعض المصابات بإصابة مثلا خاصة التصفيح هذا التصفيح يتحول إلى يعني هذا خادم التصفيح يتحول إلى عاشق في الجسد ولذلك ننصح بالرقية كذلك بالنسبة كذلك بعض من هو مربوط عن الزواج بالنسبة لحتى الذكور وليس النساء فقط إذا تقدم إلى الخطبة ربما ترفض خطبته وهذا بسبب إصابة السحر فلابد أن يرقي فبعد الرقية ويتابع برنامج علاجي أحيانا قد تكون جلسة واحدة غير كافية لذلك الإنسان أن لا يستعجل الأمور من استعجل الشيء قبل أوانه بتنية بحرمانه فعليه أن يسبر ويحتسب أمرهم لله هذا بالنسبة لكل مصاب وأن يواصل العلاج وأن يعلم أنه مأجور وإن شاء الله تعالى سوف يفتح الله عز وجل عليه فالليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر وكذلك الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر وكذلك الشفاء أبواب الشفاء تكون إن شاء الله تعالى بعد الصبر وبعد بدل الأسباب فيستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يعجز وإن شاء الله تعالى يشفيه الله عز وجل فلكل دائن دواء وكم من مصاب قد شوفي وتعافى والحمد لله رب العالمين بالنسبة لسعر التصفيح الذي يعطينا ألم في الرأس والعينين وألم أسفل الظهر وألم في الجبين وكذلك في منطقة الراحم وكذلك هذه الآلام قد تكون خفيفة قد تأتي وتذهب أحيانا يتخللها شيء من الوخص وكذلك يكون عدم انتظام في الدورة الشهرية وكذلك رفض الخطاب وأحيانا وكذلك تعب وخاصة إذا تزوجت أيام الزواج يكون عندها تعب شديد وكذلك بعض الأعراض التي لدائية لذكرها يعرفها يعني من أصيب بها بل وأحيانا قد تصب الإجهاض وكذلك يعني من المعروف أن المصابة بسعر التصفيح بعد الزواج لا تذوق طعم الزواج ولا سعادته إلا إذا قامت بالعلاج والرخية الموفقة أحيانا يعني قد يتوهمنا أنهن إذا يعني قمنا بحل ذلك الربط عبر السحر بالطريقة التي أو تلك العجوز أو من قام بربطها قامت بربطها أن السحر قد فك وهو في حق الأمر لم يفك لأن السحر لا يفك بالسحر وإنما يفك بالقرآن يفك بالقرآن ولا يبطلوا بالسحر والنار لا تطفأ بالنار وربما كذلك قد يقصرنا في العلاج ولكن هناك شيء آخر بعد إبطال السحر وهو إصابة المس لأن هذا الذي سكن هذا الجسد ربما تحول الخادم لهذا السحر لأنه سحر التوكيل توكل به خادم من الجن ربما يصبح عاشقا في هذا الجسد وبالتالي قد يسبب مشاكل وحتى بعد الزواج إذن إخواني الكرام وكذلك من خلال هذا المنبر نحذر من السحر ومن المشعودين والعرافين والروحانيين والمنجمين وننصح كذلك بإصابة روحية أن يرجع إلى راقي شرعي أو يرقي نفسه ويشتهد قدر الإمكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مصاب كما أنني يعني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم إخواني الكرام إذن ربما قد حتى لا نطيل في هذا البث ربما إن شاء الله تعالى قد نختم لكن إن شاء الله تعالى ربما بعد قليل قد نردف إن شاء الله تعالى يعني نردف إن شاء الله تعالى يعني بث آخر فيه ابتهال ودعاء وقرأ أبواب السماء إن شاء الله تعالى لكل مصاب فلمن أراد أن يستمع ويصغي إلى هذا البث على الله عز وجل أن ينفع به وكذلك ربما فيه تشخيص هو نخص أدعية التي تتعلق بإصابة السحر يعني بالمناسبة نذكر بعض أعراض إصابة سحر التفريق كما قلنا يعني من القرائن القوية للإصابات الروحية أو إصابة السحر هي هو الصداع الكامل وكذلك والذي أنا يعني عليه كذلك حتى الصداع النصفي يعد من قرائن إصابة السحر لأن المصاب مثلا خاصة إذا كان يرقي فإذا كان عنده سحر في كامل الرأس صداع في كامل الرأس هذا يدل على أن جدار المعدة يعني مهتك بإصابة السحر فإذا قام بالاستفراغ يذهب جزء من السحر وبالتالي يخف هذا الصداع فإذا واصل الرقية والاستفراغ يعني بانتظام ولا يكون هكذا عشوائي لأن الرأس هو الذي يعرف متى يعطيه وصفات الاستفراغ وصفات الاستفراغ تكون تارة يعطيه وصفة مقيئة وتارة يعطيه وصفة مساهلة ولا يزيد عن ثلاث وصفات في الشهر على الأقل ثلاث وصفات إذا زاد السحر عن حده انقلب إلى ضده وفي نفس الوقت الذي يرقي ولا يقوم بوصفة استفراغ فهذا يعني مقصر في العلاج لم يتبع الخطوات والبرنامج الموفق يعني مقصر ثم كذلك بعض الذين يهتمون فقط بالوصفات ويغفلون عن الرقية الشرعية فالرقية الحق أصل العلاج هو بالقرآن والدعاء أصل العلاج بالقرآن والدعاء وما هذه الوصفات إلا يعني مكملات من أجل إخراج مادة السعر من أجل استعصال مادة السعر وحتى لو كان السعر يعني خارجيا حتى ولو كان السعر خارجيا فلا شكا والشيء المعروف الشيء المعروف عندنا جميعا في علم الأعراض أن السعر يصنع بأثر المسحول يصنع من أثر المسحول وبالتالي وكأن له يعني ارتباط مادة السعر ولو كانت يعني بعيدة أو في قبر مدفون أو في مكان من الأماكن أو ملقي في البحار أو ملقي كذلك في مهاب الرياح أو معلق في الأشجار أو في أرجل الطيور أو غير ذلك فهذا السعر فهذا مادة السعر هذه لها ارتباط بهذا الشخص لماذا؟ لقلنا لأنها مصنوعة من أثره وباسمه ربما وباسم الأم أو غير ذلك وبالتالي نحن دائما وبالتالي تعطي أعراض في الجسد تعطي أعراض هذه الأعراض نتبعها دائما بوصفات استفراغ كما أن السعر يعني يعد مرض وكذلك من أصول العلاج هو الاستفراغ في الطب العربي فالطب العربي دائما الإنسان إذا أحسه يعني بيواجع ولو لم يكن من إصابة سعر فالاستفراغ أمر محمود أمر محمود وهو نافع إن شاء الله تعالى لكن كما قلنا لا يزيد عن حده على الأقل يكون مرتين أو ثلاث بشار أو يعني لا يزيد عن ذلك عند الحاجة كما قلنا قلنا من بين أعراض إصابة سعر التفريق يعني أحيانا سعر التفريق قد يتحول إلى ربطة فتحدث كراهية كذلك بين الزوجين بلا سبب ومشاكل بدون سبب وبعض الأمور البسيطة تتحول إلى أمور كبيرة وخلاء اختلافات بين الزوجين وكذلك الزوج أو الزوجة يرى زوجته أو الزوجة ترى زوجها بشكل قبيح وكذلك أحيانا التفكير في الهروب من المنزل وكذلك الشك والوسواس وكذلك يعني بعض وكذلك أحيانا زوجة تكون يجدها زوجها مثلا تبكي في البيت بدون سبب في المساء خاصة وكذلك أحيانا يكون الصرع فكل هذه من أعراض إصابة سعر التفريق والله عز وجل يعني لما ذكر سحر التفريق لكثرة وقوعه أو لخطره وشدته ولذلك يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد الله بإذن الله وما هم بضارين به من أحد الله بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق إذن إخواني الكرام فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إذن إخواني الكرام قد نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم ونسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورسطا طيبا وعملا متقبلا كما أننا نسأله سبحانه وتعالى أن يعافي وأن يشفي كل مصاب وكل مصاب آمين آمين يا رب العالمين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره تجدوا غفور رحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم